تعرضوا معنا هنشوف ان اول نادي الاهلي الكرة دي كانت ركنية النادي الاهلي ضغط ضغط عليه خد الكرة اعوز اقف قبل ما نشرح اي حاجة عاوز اقولك فين لعيبة النادي الاهلي محمد هاني تحت خالص في الكدر معا الكرة حسين الشحات في مكان غريب جدا 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 فين بك حسين الشحات اللي اعلى جوه قدام التمانتاشة بزبط مين اللي مكان حسين الشحات كوين جرايت دعم السولية عاوز أقولك طبعاً اللا مركزية اللي بتحصل دايماً اللعيب اللي نزل من الأول في قط اللبس بمدربه ومحفظه اللعيب لما يجي هنا هتمسكه لعيب رقم كذا هتمسكه ما فيش الكلام ده مع نادي الآلي ومع مارس الكولور نكمل برحلات نشوف محمد هاني محمد هاني هيغير هيلعب العكسية الناحية الثانية خالص عاوز أوريك محمد هاني هيلعب العكسية الناحية الثانية خالص عند أحمد عبدالآل وعند علي معلول بص حسين الشحات فين وبص السهم بتاع عمر السلية هيحصل ما بينهم اللي هو مفروض ده هنا مكان ده وده مكان ده نكمل بالكرة هيه لعب محمد هاني الصورة اللي بعدها محمد هاني هنا وهنا بالضبط أحمد عبدالعادر بيمس الكرة على طول مين يطلع لبرة علي معلول طبعاً علي معلول مجرد خروج علي معلول على الخط سحب معال باك فبالتالي المساحة تفضت لحسين الشحات علشان خاطر ياخد الكرة وعلى حدود التمنتاشر في الوقت اللي انت تبص فيها كريم على الصورة عندك واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة أكتر من ثمن لعيبة على حدود التمنتاشر برغم زيادة العددية ولكن حسين الشحات بسبب السويتشات اللي بيعملها مارس الكولر اللي لعيبة بتاعته والخطوص النص الملعب مع الأجنحة وحسين الشحات بيخلق له فرصة هدف وبيجيب هدف كربوني من الهدف اللي جابه في الدحيل بنفس المكان ونفس الطريقة وطريبا في نفس الشوت وده طبعا يعني قوة كبيرة جدا من مارس الكولر لان عارف ان النادي الآلي دلوقتي حتى وان كان كتاب مفتوح للكل ولكن دايما بيبع عنده المفاجآت الكتيرة اللي تخلي النادي الآلي ان هو يقدر يعمل الفارق في الحتة القدام ممتاز